اشرف بسماء بعين الظلماء واضحك وارسم احلامك وتكون الدنيا حلوة ابدي بخطوات تقدر تصل للخطوة المليئة اهلا وسهلا بكم احبتي مرة ثانية في الحصة الماضية كنت اعطيكم نصائح في المواد الادبية اليوم رح نعطيكم نصائح وارشادات وتوجيهات في المواد العلمية نذكر ونعاود نذكر باللي هذي مش نصائح لاني انا لست مختص في المواد الادبية او المواد العلمية انا استاذ علوم استاذ مكون في مادة العلوم الاسلامية ولكن هذه التوجيهات وهذه النصائح جبتها من عند اساتذة خبراء متفوقين متميزين نبدأ بمادة العلوم الطبيعية النقطة الاولى انتبهوا للغة هذا اللي يركز عليه اسات العلوم الطبيعية مشكل تلاميذنا ومشكل المادة ما هيش في المعلومات المشكل في اللغة اللغة هي الصعبة وهي اللي تدي النقاط فانتبهوا جيدا لهذه اللغة اتقنوها وافهموها واحسنوها قبل ما تروحوا وتحفظوا المعلومات النقطة الثانية كثروا من التمارين المواد العلمية سرها التمارين سرها التمارين ولما نقولوا التمارين دايما نحلوا تمرين صعب حلوا تمرين سهل حلوا تمرين متوسط ليش تقول تحل غرف صعب غرف صعب بعد يجيك سهل ممتنع ما تلقى من راسك من الرجلي كما يقولوا لا حل المستويات ثلاثة صعب سهل متوسط تدرب على كل شي باش تكون مستعد لكل شي هذا بالنسبة للعلوم الطبيعية بالنسبة للفيزياء بالنسبة للأو ايضا الشي مهم جدا في العلوم الطبيعية الأصل تركزوا على التجارب ما كانش طبعا التجارب فركزوا ما تركزوش على الصور اللي في الكتاب ولكن رح يتلقوهم التجارب في اليوتيوب التجارب اللي تكون في مادة العلوم أو المقاطع الفيديو حول عمل مثلا الكريات البيضاء أو المناعة أو غير ذلك حاولوا تشوفوها فيديوهات علمية لأنه لما تشوفوها فيديو يسهل عليكم حفظها وفهمها والتمكن أيضا من لغة العلم فانتبهوا إلى قضية الفيديوهات العلمية حول المواضيع اللي تقرأوها وهي موجودة سواء من أساتذة أو حتى من أطباء أو مختصين وخبراء روحوا للفيزياء ما ينصح به أساتذة الفيزياء استخدام الخيال الفيزياء خيال أنشتاين يعني من كبار العلماء في الفيزياء يقول أن الخيال هو أرقى وأقوى وظائف العقل فإذا يعني القوة الجاذبية الحركة حاول تتخيل هذه الأشياء حاول تتخيلها تتخيلها في ذهنك تتخيل الشكل تتخيل الدالة تتخيل المصار تتخيل القوة الضغط إلى غير ذلك فالخيال رح يساعدكم كثيرا أيضا نفس الشيء بالنسبة للعلم تفرجوا لي فيديو سواء يعني فيديو تجارب أو يعني خاصة فيديوهات تجارب كل ما تشوفوا الفيديوهات مصورة أمامكم كل ما تتفهموا أكثر وتتمكنوا أكثر أيضا كثروا من حل التمارين في الفيزياء بكل المستويات وحلوا البكالوريات القديمة وأيضا نتبهوا للبكالوريات الفرنسية حبذة لو تحاولوا تتحصلوا عليها وترجموها فستفيدكم كثيرا كثيرا ونفس الشيء بالنسبة للمات تكلمنا على العلوم والفيزياء بقى تلنا الرياضيات نفس الشيء يعني نتبهوا الرياضيات كثرة من التمارين السهلة والصعبة والمتوسطة رياضيات كثرة التمارين أيضا دايما في الرياضيات دايما المواد العلمية يعني كما راها دايما الوقت مشكل تلاميذنا في الوقت عموما فنتبهوا للوقت أبنائي لما تعود عارف الإجابة متكتبش على كراس المحاولات وبشرة نجيك الورقة تخير السوجي أبدأ تكتب المعلومات اللي رك عارفها كامل اللهم إذا كان الأمر يتطلب ترتيب هذيك حاجة أخرى إذا الأمر ما يتطلبش ترتيب رقم فقط وأجب حتى تربح وقت وبعد ورقة المحاولات اتخليها للعمليات الحسابية أو العصف الظهني كما سنتكلم بعد قليل إن شاء الله تقريبا هذه بعض النصائح التي أخذتها من أساتذة متفوقينكم عارفين أساتذة العلوم لا يحبون كثرة الحديث هذه النصائح التي قالوها لي وأنا لست متخصص ولا أتقن المواد العلمية كما أتقن المواد الأدبية أتمنى أن هذه النصائح قد أفادتكم أحبابي هذا يعني هذا النصائح في المواد من أساتذة مختصين الشطر الثاني من الحصة رح نتكلم فيه على النصائح أو ما يسمى بفن ترويض ورقة الامتحان نسميه فن ترويض ورقة الامتحان تكلمنا في دروس ماضية على أشياء كثيرة ما نشرح نعودها لكن رح نتكلم على نقاط لماذكرناها رح نبدو قبل الامتحان قبل الامتحان قبل الامتحان انتبهوا للراحة وانتبهوا للتمكن من التقنيات تقنيات مثلا الآلة الحاسبة العلمية تقدر عارفها بعض الناس من الآلة الحاسبة العلمية المعتمدة لا يعرفوش يستخدموها تكون فائل التقنيات والوسائل وغير هذك لازم تتمكنوا منهم يعني قبل منهجيات الإجابة نظرة على الأسئلة المتوقعة إلى غير ذلك يعني هذا أمور قبل الامتحان يوم الامتحان يوم الامتحان ثاني قبل الامتحان ماذا بيكم رقدوا بكري ماذا بيكم لما تجو ترقدوا أقرأوا أذكار النوم ديروا إحاءات إيجابية أنه غدوا إن شاء الله اليوم هذا الذي انتظرته ونحاول لمد كل الشيء اللي عليا والباقي على ربي سبحانه دايما نحاول ترقد على إشارات إيجابية إذا ما جاكش النوم أفتح القرآن الكريم رح يساعدك كثيرا في النوم رعوا ليوم الامتحان اللي هو يوم الأحد أول حاجة لما تنوض الصباح ليلة الامتحان ماذا قلنا يوم الامتحان نبدأ من الليل كما قلت لكم حاولوا ترقدوا بكري حاولوا تكون إحاءاتكم إيجابية تحتوا نفسكم بإيجابية إذا ما جاكش النوم اسمع القرآن الكريم أحرصوا على أذكاركم على أصلاتكم إلى غير هذا وأمر هذا تكلمنا عليه في التواكم ثم في الصباح نوض بكري نوض بكري أفطر مليح البس مليح شيك روحك الريحة الشجال كذا وحضر أدواتك حضر أدواتك مهم جدا أن تحضر أدواتك كيف راح المواد يعني الامتحان باكالوريا ما عندكش مواد ساعة في الباكالوريا يعدوا يستلفوا في الآلة الحاسبة والناس يكون تخدم بها ومبعد يقعد يستنى خمس دقائق بش يدي آلة حاسبة لم تقعوش في هذه الأخطاء حضروا أدواتكم التي تحتاجوها جميعا جميعا ومن تحضير الأدوات انتبه للاستدعاء انتبه للبطاقة الرسمية انتعك هذا أمر مهم جدا جدا يدخل في التحضير ثم بعد ذلك الانطلاق اخرج بكري حاول تخرج بكري حاول تروح للمركز بكري تشوف الوين راك تطلع للحجرة اللي راح تشوف فيها تشوف الماتريكيل انتعك تشوف الطاولة تقعد إلى غير ذلك فمليح مش مليح تروح زيرب وتجري وكذا وكذا وأيضا يعني كما قلتكم راح تروح للمركز تتعرف على حجرتك إلى غير ذلك الآن أثناء الامتحان وانت راح تجوب في ورقة الامتحان أولا نبدأ باستلام الورقة شوفوا راح تجيكم نوع من القلقة شوي حيرة أمر عادي طول ما تتحيروش عادي جيكسترس عادي جدا إذا جاكسترس كتشد ورق السوجي حطه تنفس تنفس مليح وقعد مليح تنفس استغفر ادعي الله عز وجل انت تشعر باللي الستريس هذا قل وانت هز السوجين تحك فهذا أمر مهم جدا جدا طبعا ادو معكم الماء والحلوى ولا التمر مليح ياسر لكن قرأة الماء انتبهوها اطنسيو تحطوها في قطابلة قادر تتدفق وتسحع للوراقي حطوها لتحت وهذه صرات ولا ادو معكم بيطجيو ادو معكم ما قاطو فالسكرية مهمة طلعوها معاكم للحجرة أو الحلويات فمتابهو هذا الشي ايضا ايضا اعتقد انه نختم مخرج نختم نواصل يا جميل اذا قلت روحوا للاختيار في الاختيار رح نعطيكم تقنية في اختيار السوجين بسيطة قوية رائعة شوف عندكم موضوعين عندكم نشف ساعة لا تخيروا في خمس دقائق يعني لا لا تقلقوا فينا وتخيروا في خمس دقائق عندك نصف ساعة خير في نصف ساعة التقنية كفا تقول رح تقرأ السوجي كامل السؤال مثلا هذا السؤال الاول راكم تلاحظوا معايا السؤال الاول انا هذا السؤال الاول مثلا على ربعة من ربعة انا على بالي ندي فيه ربعة من ربعة هذا رح ندير قدامه علامة نايك كما راكم تشوفه يعني ضامن الربعة اوكي السؤال الثاني عليه مثلا ثلاثة ثلاثة من ربعة انا على بالي رح ندي فيه غير واحد من ربعة رح ندير إشارة يعني مثلا إشارة مثلا سفر سفر مثلا هذه الإشارة يعني دليل على أني متوسط فيه مش رح ندير العلامة الكاملة دائرة مش سفر السؤال الثالث زيروا بالله يروا صحرا ما كانوا له فهنا رح ندير علامة في علامة في لما تدير الطريقة هذه مع الأسئلة وحدها وحدها إيدك رح تروح للسوجي اللي رح تمكن فيه واللي رح تبدع فيه واللي رح تدي فيه النقطة الأحسن الآن أعبابي بعد ما كملنا قضية الاختيار السؤال رحين نروحوا للإجابة يا أبنائي المصحح هذا راه عبد راه إنسان أخطب وده اتحبب له اتقرب له أنت تعطي له ورقة مخلطة ومجلطة داخلة في بعضها يتعب نفسيا نحن رأنا أنصحوا في ساعات مثلا في السحراء نحن ساعات كريماتي نزور كاين مكانش ساعات ماكلا ميحة مكانش تعبنين وزيد تعطيني ورقات تعبانة ما ما تجيش أنا أنا ما ما راحش نقعد نكس الرسل أنا على الورقة منتاعك فانتبوا يا أبنائي ما ناشي نقول لكم اكتبوا بخط النسخي وخط الرقعة لا لا اكتب بخط مفهوم خط مفهوم ونظم الورقة نتاعك رقم استخدم أفصل بين العنوان والعنوان إذا كنت تكتب بستيل واحد أفصل بين العنوان والعنوان انتبهوا القضية الألوان ما تستخدموهاش يعني قضية الأسود والأزرق يعني كثير من المراكز تساهل فيها فإذا سهلوكم في الأسود والأزرق استخدموهم يعني العنوة يديروها مثلا بالأزرق وكتبوه بالأسود إذا ما سهلو لكمش قال لكم لازم قلم واحد فأنت أفصل بين العناوين وبالقلم الأزرق سطر العناوين يعني تكتب إجابة تتهبط شوية وهكذا باش المصحح تخليه رايح ثم ورقة المحاولات ورقة المحاولات ما هيش ورقة للإجابة ورقة المحاولات تبعوش تجاوب فيها بعض التلاميذ شوفهم يكتبوا كلش في المحاولات وبعد يبدوا ينقلوا وبعد كي يبدوا ينقل ينقل مع ضعف التركيز مع الوقت ينسح ويش كثيرة لا ورقة المحاولات تستخدمها للحسابات تستخدمها لما يسمى بالعصف الظهني موضوع شوية هنسيتو تحاول يعني تستذكر فيه المعلومات على ورقة المحاولات أما إذا كانت السؤال عارفه فمباشرة أجيب على ورقة الإجابة ثم المراجعة ياسر تلاميذنا ما يمدوش وقت المراجعة لا خطرش ما يقسموش وقتهم انتبهوا أطنسيو ساعة الباك لازمو ساعة أدي معاك ساعة تليفون مش رح يخليك تستخدموه ما لا أدي معاك ساعة تحمي تأيد وحطها قدامك وقسم وقتك حاول دائما تخلي نصف ساعة للمراجعة أعلى قادر تنسى حاجة قادر تنسى سؤال وانت حافظوا عليه ربعا قاطئ وانترك تجاهد على 025 ولا نص نقطة ففي النصف ساعة هذيك تقدر تريكي فيري المراجعة يا ابنائي مهمة جدا باش تقدر تراجع لازم تقسم الوقت قد قد باش تقسم الوقت قد قد لازم الوقت يكون قدام عينيك واضحة هذي ثم أخيرا بعد الامتحان لما تسلم الورقة لتاعك خلاص فات اللي فات واللي فات مات خلاص تسلمت الورقة لتاعك كان وفقك ربي الحمد لله كان حسيت باللي ما خدمتش ما تتحطمش ما تفشش قال أنا ما خدمتش مثلا في الفيزياب صحب ربي إن شاء الله نعوض في العلوم اجعلها حافز كان خدمت قال الحمد لله لازمني نواصل على هذه الطريقة وحذاري تبدأ تناقش وحذاري تخرج وتبدأ تشوف الكراس والمطبوعات خلاص سلمت الورقة فوض أمرك لله انت خدمت وتعب جات الحمد لله ما جتش قدر الله وما شاء فعل وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم هذا ما أحببت أن أقوله في فن ترويض ورقة الامتحان دائما وآبدا أتمنى لكم كل التفوق والتألق بهذا نكون أتممنا العمل والحصة القادمة سنبدأ الركن الثالث الأمل مع تعابير أو مع أفكار جد رائعة وعمقة سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أشرف بسمة بعين الظلمة وضحك ورسم أحلامك وتكون الدنيا حلوة أبدي بخطوة تقدر تصل للخطوة المليئة تقدر تصل للخطوة المليئة تقدر تصل للخطوة المليئة وأجرحك سنواصل في برد الأمام المهوري فالصعاب أمامك تنحني وصرح نجاحك ينبني لا يهم فقيرا أو غني ترجمة نانسي قنقر